تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقع رسالة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز أهل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما وجده خلال زيارته لمملكة البحرين مؤخرا من سموه من دعم واسناد لكل ما يرتقي بالتعاون الأمني بين البلدين واشد وزير الداخلية السعودي بما أبداه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقع من حرص على الارتقاء بأفاق التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى الأفاق التي تعكس بصورة جلية ما يربط بين البلدين من علاقات راسخة لها واقعها وطبيعتها الخاصة مشيرا إلى أن ما أكد عليه سمو خلال اللقاء بأهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في ظل التحديات سيحظى بكافة أوجه الاهتمام والعناية ليجد طريقه إلى التنفيذ بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويحقق لهما مزيدا من الأمن والاستقرار ووصف اللقاء بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأنه لقاء مثمر وفرصة للنهل مما يتمتع به سموه من خبرة وحنكة وإدراك بحقيقة الأوضاع والتحديات ونظرة ثاقبة للحلول المثلى لهذه التحديات داعيا المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ويديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار اشتركوا في القناة